ما هو مشكلتك يا مرتضى أركان؟ و لماذا تتحجم دائماً عنه بتعليقات أو تنزل على الفيديوهات؟ حتى لا نامح الوجهة تغيرت ما هو مشكلتك يا مرتضى أركان؟ مرتضى أركان صراحة لا يوجد أي محتوى ماذا هو مشكلتك الرئيسية؟ نعم نحن ندق على الوتر المصطفى أركان لا يوجد أي محتوى مرتضى أركان لا يوجد أي محتوى ومع الأسف للمشاهدين أو للجمهور أنه يطوب شيء إيجابي يعني لا يطوب شيء سلبي فما أعرف كيف سعد ما أعرف كيف سعدته ما أعرف كيف سعدته ما أعرف اللايكات ما أعرف المشاهدة ما أعرف التعليق ومع الأمور لا يوجد أي محتوى أكيد هذا رأيك جداً أحترم يعني تأثير العلاقة صراحة لا نقول لك أحسن من عنده لا نقارن بها لكن الانسانة تأثير عصفورة بغداد الانسانة صارت الانسانة مطربة يعني حسب رأيك من الأفضل مرتبة أركان لو الأفضل غير والذي نشوفه بالشارع والذي نشوفه بالسوشال ميديا تأثير عاقي عصفورة بغداد أفضل من مرتبة أركان؟ أفضل ليه وأنا أتحمل كافة المسؤوليات ها لماذا تأثير عصبية؟ لماذا تأثير عصبية؟ لماذا تأثير عصبية؟ هل تعبتك شخصية؟ أنا لا لدي شخصية لكن ما لديه محتوى لا لديه محتوى إذاً ليس شوف بالذات هكو عالم حساباته توثقت واشتهرت ومعتها محتوى بس ما اعتنى وإن οποية تأثيرت الطريقة لأنه شخص ما تحبة وتشوف مدى يوانا بشير تأثير ملاحظة